قرارات من لجنة المسابقات على ما حدث في أحداث لقاء الداخلية والمقاولين صراحة مشهد كان صعب وكنا بنتمنى أن الموضوع ما يصلش لهذه الدرجة من الاحتجاجات على حكم اللقاء شام الفلال من العيد نادي الداخلية صراحة فريق الداخلية من الفرق المحترمة مع جهاز فاني على أعلى مستوى كابتن علي عبدالب ووضعه في الدوري ما هوش مقلق عشان نلاقي رد الفعل بدأ الشكل آه ضربة الجزاء اللي احتسبت لفريق المقاولين فيه البداية بعيدة تماما عن الصحة ولكن أحداث ما بعد المباراة صعبة أحداث ما بعد المباراة صعبة وصعبة على فريق زي الداخلية وده الفاول اللي جي منه الهدف الثاني واللي على فكرة دي كانت ضربة يعني كانت لامست ياد لما حصل بقى وجي مدافع فريق الداخلية طبعا من الاحتجاج الشديد فقدوا تركزهم الكرة داخل الجون هنا الوقت بدأ لضعي الحكم حسبه وبعدين بعد ما انتهى اللقاء يعني التوجه لعبة الداخلية للحكم والاعتراض بهذا الشكل وكان فيه ناس بتحاول تحتكي به وحتى كان الامن يعني بيحاول كده منع الحكم احنا كنا عايزين خلاص الظاهرة دي تبقى تبعد تماما تنتهي تماما من ملعبنا احنا داخلين على عودة جمهور وداخلين على كاس عالم داخلين على حاجات مهمة جدا واندوبات الملعب مهمة جدا ولعبة الداخلية حتى وان كان الحكم اخطأ فكان من الافضل من نسبالهم انه هما ما يحتجوش بهذا الشكل وفيه محاولة احتكاكات لعيبة جبار لعيبة دورة ممتاز وصراحة يعني برضو يحسب للكابتن علي عبعال اعتذره في وسائل اعلام بعد هذا المشهد كان فيه احد المداخلات خاصة مع احدى البرامج مع كابتن شوبير واعتذره دي صراحة حاجة محترمة وعلى اعلى مستوى برضو لازم نشيد زي ما احنا انتقدنا الحدث برضو بنشيد بانه هو اعتذر قادي المظهر اللي احنا مش حابين ان احنا نشوفه مرة تانية في ملعبنا خلينا اقول لحضراتكم ان قرارات لجنة المسابقات كابتن علي عبعال ايقاف لمدة مباراتين بسبب اعتراضه وتصرحاته ضد التحكيم كل من محمود شكر ادار الفريق وحسين حسن خصائي التأهيل اربع مباريات سلوك غير رياضي وعامل غرفة الملابس فريق الداخلية من التواجد في المبارات حتى نهاية المسابق سواء جوة الملعب الداخلية او خارج ملعبها دي بعيدة تماما وفي لجنة ايضا وقعت غرامة مالية على فريق المقولين بسبب نزول الجماهير لارض الملعب بالاضافة الى الاتراض على الحكم بشكل غير لائق قديم للحاجات اللي ان شاء الله نتمنى اني تنتهي من الملعبنا عندنا خبر مهم جدا وفد اتحاد الكرب يحضر ورشة عمل في روسيا الناس برا ما بتهرجش الناس برا ما بتهرجش فيه كاس عالم في روسيا فيه فرق هتكون موجودة في 64 فريق اللي موجودين كل الفرق اللي رايحة فيه وفد بيروح عشان بيبتدي يتعرف يعني ايه المراسم اللي موجودة داخل البطولة الحاجات اللي هيعملها داخل اجواء البطولة سواء مؤتمر صحفي ازاي هيروح الملعب ازاي الحاجات دي كلها في منتهى منتهى الاهمية عشان ما تتفاجئش في وسط البطولة بحاجة برا الموضوع عشان ما تطلعش برا النظام فدي من الحاجات اللي دايما الاوروبيين يعني صراحة مشهورين بيها ولازم احنا نبتين نتعلم منهم في الموضوع ده يوم الحد المقبل وفيه وفد امتحاد المصر كرة القدم متواجه الى روسيا مشاركة فيه ورشة عمل منتخبات اللي بنظام الاتحاد ده لكرة القدم واللجنة المنظمة المنديار روسيا عشرين تمنتاشر وفد الاتحاد بيترقصه الاستاذ كرام كوردي عبد مجلس ادارة والمهندس ايهاب لهيطة مدير منتخب وفانتا جوزيه المديرة بالعام ومحمود فايز المدرب وايضا المترجم ليه مستر هكتر كوبر ودكتور محمد ابو العيلة الطبيب ومحمد صلاح الاداري وايناس مظهر من ادارة الاعلام ودي حاجة مهمة جدا حتى الاعلام عشان موضوع المؤتمرات الصحفية التعامل مع وسائل الاعلام هناك وفي صحفين من كل دول العالم حابين ان هم هتعاملوا مع منتخب مصر ازاي الميديا كونسولتنت او الاخصائي او منظم الاعلام اللي موجود من منتخب مصر هيتعامل مع هذا الشأ ورشة العمل في مدينة سوتي الروسية من 25-28 فبراير وهيه هيبقى فيها كل الوفود المنتخبات المتاهلة الى هذه البطولة 32 انا اقول 34 لا هو 32 فريق وايضا حاجة من الحاجات المهمة برضو خبر من الاخبار المهمة وزارة الرياضة هتكرم شهداء الروضة وزارة الشباب الرياضة تغيير اسم مقررة تغيير اسم مركز شباب الروضة بالعريش الا مركز شباب شهداء الروضة عشان تمجيلا لذكرى ضحايا الحادث الارهابي الاليم اللي وقع في شهر المبنبر المسجد لو حركه تتذكروا وهنا خلاص يعني بيبين بقى ان الارهاب ولا مسلم ولا مسيحي ما بيفرقش اتخذ القرار طبعا معالي الوزير خالد عبا عزيز وزير الشباب الرياضة وغير المركز الشباب من شهداء الروضة من مركز شباب الروضة الى شهداء الروضة وجاء في النص قرار وزارة الشباب تواجيه مجلس ارتل مركز شباب شهداء الروضة بضرورة وضع لأحد تضم اسماء شهداء الحادث الارهابي ودي حاجة من الحاجات برضو المهمة جدا لتمجيد ذكرى الحادث طبعا ربنا يرحمهم كلهم شهداء نحتسبهم شهداء عند الله ده اخر اخبارنا النهاردة هطلع فاصل واستقبل ديوفي الكبار كابتن نادي الاهلي وكابتن مصر كابتن فاوزي سكوتي وايضا كابتن عمر انور اوعى اتروح بعيد شان نادي الاهلي حديد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا